السلام كاملين معاكم مع النجمين الكابتن مصطفى عبدهو والكابتن محمد مرايك الكابتن مصطفى قلتلي ان المنتخب محتاج تلات لعيبة جدا تلاتة او اربع لعيبة هل التلاتة دول اول على التشكيل الاساسي ولا بشكل عام وهم مين انا انا باتكلم بشكل عام الاساسي دي حاجة ترجع للمدرب طبعا وحسب اختاره وحسب طريقة اللعابة بتاعته ولكن اللعابة دي كان ظهر بظهر مظهر كويس سواء في الطلطة العرب معاه او في الدورة الممتازة في الفتر اللي فات دي وعلى الموسم اللي فات كمان في طري حامل من اللعابة كويسة او مهم جدا في الفرقة ومهم موجوده كما وجود رغم ان وجود فيه تلاتة دفندر او اربع بلاشين وحمدي والسلية والنني لكن طريق حامل برضه وجوده مهم جدا وضروري في مطش زي ده بزاة المطش اللي برا فهنا محتاجينه جدا طبعا وكان وجوده مهم في مطشات كتير جدا في قمة أفرخي كان برضه في طريقة اللي قبله لا محتاجين طريقة حان محتاجين قفشة برضه من اللعابة كويسة اللي بيمس الكرة ويمس الكرة في قد كتير جدا يمس الكرة يمكن قفشة بالظهر بالمظهر الكويس اللي هو لكن لا هو لعب كرة في العموم هو لعب كويس هو اصلا لعب كرة كويس قوي فمحتاجينه برضه احمد ريف عبد ظهر بمظهر كويس جدا في طولة العربة وكان شكله كويس وكان حاجة غريبة جدا هو بش موجود لا هو استبعده وكان لأسباب ما لهاش علاقة بالأمور انا ما عرفش لكن هو هو كان ظهر المطشط اللعبة الفاترات اللعبة كان كويس جدا ومن حقه ياخد فرصة تاني ويلعب وامد ريف عبد الصغير يعني اللعب كويس واجاد وانت برضه محتاجه لانت برضه مش معتمد عن مرضهر مصبح بشكل اساسي شوية انت معتمد عن مربوش كتير قوي فانت محتاج الحتة لجومية شوية من ينقلك وخصوصا ان انت رزي ما كانش جاهز فانت كنت محتاج برضه ريف عبد يكون موجود فانا اعتقد ان احمد ريف عبد لازم بقليه دور برضه في الفترة اللي جاية الفترة اللي جاية كمان فيه لعب طالع جماعة بشكل رائع وشكل كويس جدا احمد عبدالعاتر شكله كويس اوي مبارح نزل عايز اقول نزل انا اقول سنه صغير ولسه بدري ولكن الولد عنده شخصية كويس اوي بيمسك كورة مبارح بيخش في دفاعات مش ممكن مبارح قلب الصورة خالص لو هو نزل الوقت كمان بدري شوية كممكن يعمل حالة جميلة جدا في النادي ولولا طرد ايمن اشرف كانت تفرق مع نادي الالكتر جدا وجوده في الفرقة ولو بدأ وانا شايف انه يبدأ في الماتش ليل اعمل شكل كويس اوي اوي فده انا بتقليل فترة جاية ان شاء الله نعتمد علي